السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيكوا شباب معكم مستر أحمد النهاردة هنكلمكم على النسبة المقوية والمسائل الحياتية اللي تنطبق على الحياة العامة أول حاجة عندنا النهاردة مسألة البيع والشراء مسألة البيع والشراء من المسائل المتكررة والموجودة في الحياة عموما واللي بيعتمد عليها التجار فلازم حضرتك تبقى فاهمها وتبقى عارفة أول فكرة فيها عندنا البيع مع المكسب أنا هبيع بس هكسب يعني أنا اشتريت بضاعة وهبيعها وهكسب فيه نيجي للمسألة الأولانية اشترى رجل سيارة بمبلغ 74 ألف جنيها وأراد بيعها بمكسب 15% من ثمانها أوجد ثمن البيع طيب إحنا دلوقتي هنفكر كويس قوي إن عندنا معطيات في المسألة عندنا ثمن شراء السيارة وعندنا القيمة اللي عايز يكسبها التاجر فهنبدأ في الحل بتاعنا أول خطوة في الحل بتاعنا إنك تعرف الشراء المكسب وتجيب البيع الشراء 74 ألف زي ما احنا شايفين المكسب 15% البيع ده هو اللي عايزه طيب المسألة دي بتتحل إزاي؟ أول حاجة بتعملها في شكل نسبة شراء إلى بيع تاني خطوة بتكتب تحت الشراء 100% وتحت البيع 115% الـ 115 جيت منين يا مستر؟ ما هو أنا قلت مكسب طالما أنا قلت مكسب يبقى لازم التاجر هيكسب يبقى لازم الـ 15% 8 الشراء 74 ألف جنيه 8 البيع أنا مش عارفه ده اللي أنا هجيبه علامة استفهام ده اللي المفروض يجاب بييجي إزاي بقى؟ بنكتب حضرتك 8 البيع وناخد شرطة كاسر كبيرة ونبدأ طالما النسبة قدامي نسبتين باستخدم حاصل ضرب الطرفين يسوي حاصل ضرب الوساطين اللي احنا قلنا عليها قبل كده اللي هي الماص بضرب الـ 74 ألف في مية وخمستاشر وبأسم على مية وببدأ بالقالة الحزبة طلع على القالة الحزبة بتاعتك اعمل الكسر وابدأ اشتغل بالشكل اللي انت هتشوفه دلوقتي قدامك هتلاقي الناتج بتاعك 85 ألف ومية جنيه بقى إزا التاجر ده لازم يبيع السيارة بـ 85 ألف ومية جنيه عشان يكسب الـ 15% اللي هو حدد دي الفكرة الأولانية تعالوا نخش مع بعض على الفكرة التانية ايه الفكرة التانية يا مستر الفكرة التانية زي ما احنا هنشوف قدامنا البيع بالمصاريف مع الخسارة ايه البيع بالمصاريف ده يعني انا هشتري بضاعة هصرف عليها وبعدين هبيعها بس للأسف هخسر فيه طيب هتيجي ازاي الفكرة دي تعالوا نقرأ المسألة مع بعض اشترى تاجر منزلا بمبلغ 180 ألف جنيه وصرف على اصلاحه 20 ألف جنيه يا بلاش والله في بيت الوقت بـ 180 ألف جنيه مش عارف المسائل دي مش مرتبطة بالواقع ليه بس ما علينا المبلغ 180 ألف جنيه تمام المنزل فلا المنزل فيه شوية اصلاحات عايز يتجدد عايز يتدهن عايز يتزبط السباكة فصرف من جيبه 20 ألف جنيه معنى ده انه هو دفع 180 ألف ودفع كمان فوقيهم 20 ركز في الحتة دي وبسبب سوق الظروف الاقتصادية قرر بيعه بخسارة 12% للأسف ما هو حاول يبيعه لانه تاجر عايز يشتريه ويكسب ويبيع فملقاش حد يشتريه البيت ما حدش له رغبة في انه يشتريه فاضطر انه يقلل منتمنه شوية عشان يغري الناس انها تشتريه هتقلل منتمنه بنسبة قده 12 طب يبيعه كام ده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي الحل بتاعنا اول حاجة هتحدد الشراء والمصاريف لازم الاتنين مع بعض وتحدد الخسارة بتاعتك وتجيب البيع ازاي اول خطوة عندك الشراء زائد المصاريف تكتب الشراء زائد المصاريف الاتنين مع بعض هتحط الـ 180 ألف على 20 ألف يطلعهم 20000 جنيه بهذا التاجر دفع من جيبه 20000 جنيه طب جميل ارجع بقى واقول نفس الطريقة نسبة شراء الى بيع شراء الى بيع الشراء 100% طب والبيع المراضي بص كده 88% ليه مصدر جبت الثمانية وتمانين دي منين اه مش انا عندي الخسارة 12% اه وانا شارب 100% اه يبقى الخسارة هطرح 100-12 تطلع 88 في المسألة اللي فاتت لو تفتكر كان 100 زائد 15 يبقى 115 عشان انا هكسب انا هخسر يبقى اطرح هحط المبلغ اللي دفع التاجر اللي هو 200 ألف جنمشي 180 ألف لانه هو زي ما اتفقنا دفع 180 وعليهم 20 صيان نيجي ليه الخطوة بتاعتنا ثمن البيع وشرطة كسر كبيرة وطالما هم نسبة من حدين اتنين يبقى طريقة بتاعتنا حاصل ضرب الطرفين يسوي حاصل ضرب الوساطين حضرب كم في كم قول ايوه 200 ألف في 88 على 100 شغل الآلة الحسبة بتاعتك يطلع لك الناتج 176 ألف جنيه وكده بتجر خسران طبعا خسران مبلغ لكن مضطر انه يبيع لسوق الظروف الاقتصادي دي فكرتين من الافكار بتوع المكسب والخسارة والمكسب بالشراء والخسارة اتمنى ان احنا نكون استوعبنا الدرس والى لقاء في درس جديد لا اله الا الله